تحت شعار فضاء مفتوح على الكتاب واعتراف بصناعه كان الموعد هذا السبت مع العدد الثاني من فعالية منتدى الكتاب بمقر المكتب الرئيسي للمطالعة العمومية أصبحة فكرية وأدبية كانت مليئة بالنشاطات الموجهة لعشاق الفكر والأدب وتكديم لكتاب أراء في الفكر والثقافة والواقع للدكتور سفيان ميموني وقراءات شعرية لمواهب وقامات إبداعية كما عرفت الأسبوحة عرض لأهم مؤلفات كتاب جيجل في مختلف التخصصات منتدى الكتاب إذن هو سانحة لإطارة النقاش وسانحة كذلك لتبادل الأفكار وتتمين أعمال الكتاب المحليين وتقديمها للجمهور هذا فضاء مفتوح نريد نجعل من مكتب الرئيسي للمطالعة العمومية منارة إشعاع في فكرية حقيقية تنمي الأسرة الثقافية الأسرة الفكرية والإبداعية كل أدباء من جيجل المتقيفية والمهتمين بالشأن القراءة رهم مدعوون إلى هذه النشاطات التي تقوم وتتواصل بها المكتب الرئيسي المطالعة العمومية يلفت الانتباه إلى بعض الجوامب التي لا يمكن أن ينتبه لها غيره بحكم طبعا تجرباته وخبراته في هذه المجالات وبحكم أيضا تكوينه وغير ذلك فالكاتب والمؤرخ له دور كبير في التعريف والتوعية بمثل هذه القضايا وإنزالها المنزلة التي يجب أن تنزل فيها المنتدى كان له صدى إيجابي من طرف الأساتدى والمشاركين الذين أعربوا عن سعادتهم ورضاهم من استحداث مثل هكذا فعاليات خادمة للفكر والأدب ومشجعة للإبداع ومؤيدة لفكرة استخدام الثقافة وفضاءاتها لخدمة الهوية والقضايا الثقافية الجلسة كانت ثارية جدا بالنقاش حول قضايا مختلفة من قضايا المجتمع الجزائري منذ 2012 سنة سابقة لخصها الدكتور في كتابه الذي نقشناه اليوم وكانت متبوعة الجلسة بقراءات أدبية لثلاء من شعراء أدباء جهر كانت معلومات قيمة من قبل الأستاذ سوفيان ميمون الذي أطرى الجلسة الأدبية والأستاذ عاطف كانت هناك إفادة واستفادة من قبل جميع الحضور أشكرهم جزيلا شكر على كل هذه المبادارات وعلى كل هذا التشجيع أيضا على مساهمتهم في الارتقاء بقطاع التقافة مكتبة لبس نداء الوزارة الوصية ببرنامج يمجد الكتاب ويعيده لواجهة الفعاليات ويحتفي في كل مرة بصانع فكرة وقائد قاطرة الفكر والأكثر الإلمام بما تكتنزه جيجل من مقاومات وطاقات إبداعية فكرية وثقافية اشتركوا في القناة